حياكم الله لتفاصيل طلق جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وضع خلاله جلالة الملك بصورة التطورات المرتبطة باتفاق المصالحات الفلسطينية وأن جلالته خلال الاتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توصل إليه مؤخرا كما أكد جلالته دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة التحديات مشددا جلالته على أهمية العمل يدا واحدة في الدفاع عن حقوقنا في القدس ودعم القضية الفلسطينية مضيفا جلالته أنها أولوية بالنسبة إلى الأردن ويجب أن تبقى كذلك لجميع الدول العربية والإسلامية ليكون موقفها وموحدا بدوره هنية خلال الاتصال أشار إلى صعوبة العوضاء التي تمر بها المنطقة مؤكدا أن فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن وأن أمنهما واحد وأشهد هنية بالدور التاريخي لجلالة الملك في حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف كما أكد على الجدية في المضي قدما إلى توحيد الصف الفلسطيني وبما يحقق طموحات وأمال الشعب الفلسطيني رعى جلالة الملك عبد الله الثاني في مجمع الملك الحسين للأعمال لاحتفال السنوي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية تحت شعار مدينة الريادة والإبداع الذي تضمن عرضا لإنجازات الصندوق لعام 2017 ونماذج لقصص نجاح شباب استفادوا من برامج هذا الصندوق وطلع جلالة الملك خلال جولة في مأرض مدينة الريادة والإبداع اطلع على عدد من المشاريع التي حظيت بدعم من الصندوق في مجالات دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعة وأيضا تمويل المشاريع الصغيرة واستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي لخدمة الإرث الأثري والبيئي والتنمية وخدمة المجتمع ويوفر معرض مدينة الريادة والإبداع الذي تعكس تصاميمه روح المدينة دائمة التطور والنمو المليئ بالطاقة والتحفيز كبيئة حاضنة للشباب المبدع تحفزهم على الابتكار والريادة في الأعمال والريادة المجتمعية أكد المنصق المقيم للأمم المتحدة ومنصق الشؤون الإنسانية في الأردن التزام الأمم المتحدة بدعم المملكة لتحقيق الأهداف التنموية وشاد خلال مؤتمر صحفي أقده اليوم بحضور أعضاء الفريق القطري للأمم المتحدة في عمان بمناسبة يوم الأمم المتحدة الشراكة القائمة بين الأردن والأمم المتحدة والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التنموية والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة بهذا الخصوص مستعرضاً خطة الأمم المتحدة في الأردن والتي ستنفذ خلال الخمس سنوات القادمة نحن نتحدث في الأمم المتحدة والتعاون والجهود المتحدة في حالة النتوية نحن نحن نشأل الضدون لكي إنه يودي لنشأرجم التنموية لتعاون جدًا والجهود المتحدة لكي من المتحدة بقي للهدن من فشهر فإن السلاك التموية سنوات في حالة أفضل والكثرة المتحدة ب PROريقة تحصل إلى الناس وأصدق الوقت بين الأمم المتحدة الأمم المتحدة من تنمي위ة ومتحدة لها المتحدة بشهر ويستطيع أن يتم تحديد مع المتعبات التي يتعبونها لكننا نقول أيضا أنه ليس لكي تكفي نحن لدينا أيضا أن نعطي المعارضة ومع المساعدات التي يمكن أن يتعبونها رحب مصدر حكومي رفيع المستوى بإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشراكة مع الأردن ومصر في إحدى مراحل مشروع نيوم وقال المصدر أن المشروع الذي سيربط قارتي آسيا وإفريقيا بمنطقة تجارية خاصة تمتد من السعودية إلى الأردن ومصر سيعود بالفائد على اقتصاد البلدان الثلاثة ويفتح المزيد من التعاون التجاري بينهما ووضح المصدر أن الأردن بات أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم علاوة على الكفاءات الموجودة في القطاعات كافة مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار العلاقات القوية والتنصيق العالي بين عمان والرياض خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن في شهر آذار الماضي تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في نشرتنا الاقتصادية وفي خبر آخر ألمح مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان إلى أمكانية توجيه الدعم الحكومي عبر البطاقة الشخصية الذكية للمواطنين وقال الشهوان إن إصدار البطاقة الذكية يسهل على الحكومة اتخاذ أي إجراءات مستقبلية دون أن يوضح هذه الإجراءات في وقت قال فيه رئيس الوزراء هني الملقي في وقت سابق إن الحكومة تبحث عن طريقة لتوجيه الدعم تحفظ كرامة المواطنين مشيرا إلى أن هناك بعض الدوائر والجهات الخدمية وبعض مؤسسات القطاع الخاص كالبنوك وغيرها أصبحت تشترط وجود البطاقة الذكية لإنجاز المعاملات اعتبر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف أطراون أن مادتي الخبز والغاز ليست مواد اقتصادية وحسب بل مواد أساسية ودع أطراون خلال استضافته في نبض البلد إلى تصويب بعض السلع المعفية من ضريبة المبيعات المزيد حول أبرز تصريحات أطراون في هذا التقرير إن بعض الوزراء لا يستحقون أن يكونوا بأماكنهم ومجلس النواب سيتعامل مع الوزراء المقصرين عبر الطرق الدستورية كلمات صرح بها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف أطراون خلال استضافته في برنامج نبض البلد تؤكد مدى الفجوة بين الحكومة والنواب حيث أكد أطراون أن الحكومة الآن تواجه انتقادات والجميع يهاجمها ويجب عليها أن تلتزم ببرنامج ذي مصداقية لسنا معنيين في حمل وزراء مع الهم الوطني يعني هناك بعض الوزراء لا يستحقوا أن يكونوا في أماكنهم لم يقدموا شيء لا نستطيع أن ندافع عنهم لست أنا يعني موظف لتسويق سياسات الحكومة أطراون الذي أبدى ارتياحه لأداء المجلس معتبرا أن تثمين جلالة الملك لجهود النواب خير دليل غير أن البرلمان يقوم بمهامه على أكمل وجه تحدثا حول أبرز القضايا التي تهم المواطن وتؤرق الشارع الأردني مثل رفع أسعار بعض السلع والمواد التموينية وأهمها الخبز والقوانين التي ستقدمها الحكومة لمجلس النواب ومنها قانون الضريبة ومعالجة التهرب الضريبي والجمركي فأنا لا أستطيع أن أؤجج الشارع الأردني حتى أخدم برنامج حكومة في هذا الشارع يجب أن نقف عند هذه المفاصل ومن ثم نذهب اليوم الحكومة هي ملزمة بأن تعرض قاعدة دافئة الضراب ملزمة أن تعرض قاعدة الضراب وليس الهجوم على من هو يدفع الضريبة بأن ترفع عليه وقال الترون أن هناك طبقتين في المجتمع فقيرة ومتوسطة وهناك سلع أساسية في حياتها وبين أنه لا يمكن استثناء طبقة معينة من السلع المتاحة في السوق لكن يمكن توفير بدائل لها يعني من الظلم بمكانه بأن تقول حكومة واحدة تستطيع أن تصلح ما مر يعني هناك حكومات دمرت سمعة الاستثمار في هذا البلد ومن ثم لم تغتنم الفرص أساءت التصرف الكثير منها لكن هذه الحكومة عليها أيضا تشديد بعض مواقعها هناك جزء من أعضاء الفريق الوزاري أنا في نظري غير قادر أن يقوم أو يستمر حتى يرفع الأحمال الملقاة عليهم عليهم هم وطني كبير جدا وأشارت ترون إلى أن الحكومة الحالية متفرغة للملف الاقتصادي وأن مجلس النواب لا يستطيع حمايتها في ضوء وجود تهرب ضريبي وجمركي وترهل إداري وتباين في رواتب بعض موظفي القطاع العامة وجدت هناك قال مدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو إن مخالفات السير بلغت ستة ملايين مخالفة العام الماضي ومنها ما تسبب بوفاة سبعمائة وخمسين شخصا وإصابة ما يزيد عن عشرة آلاف آخرين وضف بينو في تصريحات صحفية أن من أبرز المخالفات التي نتجت عنها وفيات هي تغيير المسارب وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة إضافة إلى مخالفات التشحيط والتي بلغت منذ بداية العام 2800 مخالفة وحول بعض الممارسات التي يقوم بها سائق حافلات مدارس الأطفال قال مدير السير إن هناك الكثير من الممارسات اليومية المرتكبة والتي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات بسبب عدم التزام السائقين بالقواعد المرورية داعيا إدارات المدارس لإدامة التعاون مع الجهات المعنية ومنها إدارة السير ومتابعة القيم المرورية لسائق تلك الحافلات قام مجهولون بحرق إطارات مططية داخل مغارة بيرغش الأثرية في لواء الكورة بمحافظة إربد إضافة إلى تعرض معالمها للتكسير بما جعلها غير مؤهلة لاستقبال الزائرين مغارة بيرغش التي لا تزال تعاني وتعاني من الإهمال نرصدها من جديد في هذا التقرير علها تلاقي أذنا صغية تعرضت مغارة بيرغش الأثرية في لواء الكورة في محافظة إربد للتخريب والعبث من قبل مجهولين قاموا بحرق الإطارات المطاطية بداخلها إضافة إلى تعرض معالمها للتكسير مما جعلها غير مؤهلة للدخول إليها نعاني ما فيه أي اهتمام من السياحة البلدية من الآثار ولا فيه أي حدا مهتم بهذه المغارة معنها مغارة فريدة من نوحة تحتوي على الصواعد والهوابط وعمر أكثر من أربع ملايين سنة وما فيه أي حدا دخلها سواء السكان الموجودين هنا المغارة التي تقع إلى الشرق من غابات بيرغش تعد مقصدا للسياح المحليين والأجانب إضافة إلى الباحثين والطلاب من الأردن وخارجه من أجل استكشاف معالم المغارة التي يطلق عليها جعيتا الأردن للشبه الكبير بينها وبين مغارة جعيتا في لبنان في أشخاص قاموا بحرق هذه المغارة بغياب الجهات الرسمية للأسف في إهمال تام للمنطقة بشكل عام من قبل الدولة وبالذات وزارة السياحة والأثر يقدر عمر المغارة بأربعة ملايين عام وترتفع حوالي ثمانمائة وخمسة وسبعين مترا فوق مستوى سطح البحر وتشرف على معظم مناطق شمال الأردن وسهول حوران وجبل الشيخ وجبل الكرمل وغور بيسان في فلسطين وهي معلم طبيعي متميز عالميا نحن قمنا باتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على هذا المنتج السياحي بوضع حراسة على مدار 24 ساعة من قبل إخواننا المؤسسة المتقاعدين العسكريين وتأمين باب وتم إغلاق هذا المنتج الهدف من الإغلاق المغارة هو بالدرجة الأولى الحفاظ على سلامة الزائر الذي يقوم بزيارة هذه المغارة وهدف الثاني هو الحفاظ على حيبة ومكونات عناصر مغارة برقش ويقول مواطنون من بلدة برقش إن المغارة تعاني من الإهمال والتهميش حيث أنها كانت مقصدا سياحيا جاذبا نظرا لما تتمتع به من مناظر خلابة إلا أن عدم اهتمام الوزارات المتعاقبة بهذا المعلم جعلها عرضة للتخريب من قبل بعض الأشخاص والباحثين عن الدفائن الذهبية والكنوز أكد وزير البلدية وقوف الدولة الأردنية بمؤسساتها كافة بوجه أي اعتداء تتعرض له ووقوفها ضد أي محاولة للمساس بهيبة الدولة وانتهاك سيادة القانون جاء ذلك خلال زيارته لبلدية الرمث الجديدة للإطمئنان على رئيس البلدية والموظفين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء قيامهم بواجبهم الرسمية في إزالة الاعتداء على الشارع العام والرصيف من قبل البعض قبل عدة أيام وأشار إلى أن الوزارة صرفت خلال السنوات الأربع الماضية ثمانمائة مليون دينار كان أغلبها على البنية التحتية مؤكدا أن مدينية البلديات المئة وصلت إلى أربعين مليون دينار وجرأ خلال اللقاء استعراض المشاريع الاستثمارية لبلدية الرمث الجديدة زيارة تضامنية ودعم لبلدية الرمثة بعد الحادث الذي صار مبارح من اعتداء أو محاولة اعتداء على رئيس البلدية وفريق العمل اللي معاه الحكومة حابت توجه رسالة أنه هي داعمة لبلدية الرمثة ودولة الرئيس ومعالي وزير الداخلية وأنا حبينا نكون اليوم حبيت أكون بالرمثة مشان أنقل الرسالة أن الموضوع هذا يتعلق بهيبة الدولة وسيادة القانون ولا نسمح بتكراره إذن ببدء موسم عصر الزيتون لهذا العام افتتحت وزارة الزراعة التوسع الجديدة للمعصر الذهبية الحديثة بلواء بني كنانا في محافظة إربد وزير الزراعة اطلع على المراحل التي تمر بها ثمار الزيتون حتى الوصول إلى منتج زيت الزيتون مبدي أن إعجابه بطرق العصرية التي تمثلت بأحدث آلات العصر والتي توفر الجهد والوقت على المزارعين ويستوعب خط الانتاج في المعصر سعة خمسة أطنان من الزيتون في آن واحد مما يعمل على السرعة في الإنجاز بالإضافة إلى أنها توفر جميع سبل الراحة للمزارعين بما يشمل الاستراحات التي يقضون فيها وقت انتظارهم وإضا توفير سيارات لرفع نقل الزيتون الزيتون يشكل ما يزيد عن 70% من الشجر المثمر في الأردن ويشكل أيضا من ناحية اقتصادية ما يزيد عن مليار دينار من الاستثمارات في قطاع الزيتون وله قيمة مضافة عالية جدا من خلال تشغيل حوالي 100 ألف أسرة في القطاع والعناية وبالتالي تشغيل أعمالي محلية بشكل مباشر هذا تقليد سنوي دابت عليه وزارة الزراعة أنه يتم في مختلف مناطق المملكة اليوم نحن في شمال في بني كينانا اللي هي من أكتر مناطق الإنتاج والمعروف بالأردن بالزيت الكفاري واليوم نحن في المعصرة الذهبية اللي هي اختيرت كمعصرة نموذجية في المنطقة بتختلف هاي المعصر عن باقي المعصر أنه بنظام الطرد المركزي ونظام الفرازات عندنا ثلاث فرازات إحنا منفرز مية الزيت اللي طالع من فرازة الزيت زائد منفرز الزيبار قبل ما يتم كب الزيبار أو طرح مياه الزيبار باتجاه الجورة الامتصاصية وفي الشان الفلسطيني حذرت لجان مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية من مخطط جديد لتحويل مستوطنة حلميش غرب مدينة رامالله إلى تجمع استيطاني كبير يقدم الأراضي الفلسطينية بعد الاستيلاء على أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح ودعت اللي جان في بيان لها المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام إلى متابعة المخططات التوسعية والمشروعات الاستيطانية التي تنفذها سلطات الاحتلال في محيط المستوطنة وأضافت أن سلطات الاحتلال ومنذ مقتل ثلاثة مستوطنين في مستوطنة حلميش قبل عدة أشهر استولت على عشرات الدنومات وبدأت بعمليات توسعية في محيط أحد أو أحد المصانع التي يسيطر عليها الاحتلال ونصب عدد من الحواجز والأبراج العسكرية ونقاط التفتيش وإغلاق الطريق الرئيسي الواصل إلى قريتي دير نظام وبيتلو سلسلة بشرية يحمل المشاركون فيها لافتات تظهر أهمية إجراء فحص الكشف المبكر عن سلطان الثدي وعراضه وكيفية التعامل معه كانت من أبرز الفعاليات التي نظمت في الضفة الغربية خلال هذا الشهر وخلال شهر توعية بأهمية الكشف المبكر عن سلطان الثدي فعاليات فلسطينية عديدة نظمت في مختلف المناطق خلال شهر أكتوبر شهر التوعية بمرض سلطان الثدي أبرزها كانت في جامعة بيرزيت مبادرة صحتك بتهمنا نظمت سلسلة بشرية من الطلبة تحمل لافتات ولوحات تعرف بأهمية التوعية لأجل الفحص المبكر للكشف عن مرض سلطان الثدي كمجموعة طلابية كمنا بعدة أعمال في سلسلة بشرية لتضامن مع مصابي سلطان كمنا بتوزيع الشبر والبروشورات للتوعية عن المرض والسلسلة البشرية عادة بيكون كنوع من التضامن القوي أو كتضامن الإنساني أنه في أكثر من حد مهتم بالمصابين احنا عملنا أطول سلسلة بشرية من طلاب بيرزيت عشان التوعية للفحص المبكر عن سلطان الثدي وبنفس الوقت هي تضامن مع مرض سلطان الثدي والحمد لله كانت نتائج منيحة أنه استجابوا طلاب بيرزيت كأنهم يكونوا مدافع للناس أنهم يتوجهوا للفحص كدعم للناس المصابين السلسلة قدمت شرحاً وافياً حول المرض وأعراضه فشهدت تفاعلاً كبيراً من طلبة الجامعة الذين عبروا عن تضامنهم مع المصابين بالمرض وأكدوا استعدادهم نحو إجراء الفحص المبكر للكشف عن سلطان الثدي استفدت من هذه السلسلة أنه عرفت بعض المعلومات أنه ممكن بصيب 3% بالرجال فوق 60 سنة كنت من المدعوين لهذا النشاط شاركت فيه لأنه هي الشغلة ما بتخص فقط الإناث في المجتمع ممكن بتخصهم بشكل خاص بس الشكل الأهم هي بتخص كل المجتمع أنه الأنثى هي عماد المجتمع فإنه إحنا لما نعزز دورها وأنه نعزز ثقتها بحالة أنها تروح تفحص لهذا الإشي بكل تأكيد رح نحمل المجتمع في شهر التوعية بسلطان الثدي اختار طلبة جامعة بيرزيت أن يشكلوا سلسلة بشرية لتوعية زملائهم بأهمية الفحص لهذا المرض من بلدة بيرزيت المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا بعد أن اكتظت البلدة القديمة في مدينة القدس سكانيا خرج الكثير من العائلات المقدسية باتجاه غرب المدينة حيث اشتروا الأراضي من الكنيسة الأرثوذكسية وأقاموا أحياء الطالبية والقطمون والبقعة لكن عام 48 تمسطوا على هذه الأحياء وهجر سكانها الأصليون قصتهم في هذا التقرير حي الطالبية بني هذا الحي عام 1860 بيوت هذا الحي هي عبارة عن قصور سكنها أثرياء القدس عام 48 استولى الاحتلال على هذه البيوت ثلاث أحداث مصيرية كمعركة مار سمعان والتي حصلت في القطمون بالإضافة لبشاعة مجزرة ديرياسين والتي تقع على مدخل أبواب القدس الغربية دفعت بأهالي هذه الأحياء للخروج هاربا من الموت في أربعة كانون الثاني يناير 1948 حين دخل جنود مستوطنون إلى فندق سميرا ميس الذي يتواجد في حي القطمون وفجروا الفندق وقتلوا في ليلة عيد الميلاد الأرثوذكسي وقتلوا 37 تقريبا فلسطيني معظم الأطفال هذا الحدث بطبيعة الحال دفع بالكثير من السكان القدس الغربية إلى التفكير بالهجرة وترك المدينة في بداية الأمر أهدت حكومة الاحتلال البيوت لبروفيسورات جامعيين مرت الأعوام وبدأ الاحتلال ببيع البيوت بملايين الدولارات لأثرياء يهود من أمريكا وأوروبا عمد الاحتلال على عبرانة اسم الحي وشوارعه وتهويده وبت يطلق على الطالبية حي كوموميوت توارثت هدى الإمام الألم عن أبيها والذي مات بحسرته على بيته ولا تزال متمسكة بحقها كنت مع أبوي وأمي وإخوتي لما فرجانا أبوي قالنا هاي بيتي وهون كنت أقعد مع ستكم بالبرندة ونشرب القهوة الصباح كان في واحدة يهودية من أوروبا وهي وبنتها وكلبهم قالوا لي أنت مين إحنا صحاب البيت أنت مين؟ قلت لهم أنا صاحبة البيت قالت لي كيف تقدر تثبتي لأنه أنا معي المفتاح قلت لها أنا إذا بتفتحي دمي هون شرييني بتشتعرفي أنه أنا صاحبة البيت سأختم تقريري بالتعريج على أغنية غنتها فيروز سنرجع يوما إلى حينا أغنية كتبها هارون محمد الرشيد يتحدث فيها عن عودته إلى حيه القطمون والذي يتشابك بموقعه محي الطالبية أغنية ستبقي أمل العودة حيا على ألسنة العالم وفي وجدان أصحاب الحق من القدس المحتلة زين صندوق رؤيا قامت حكومة أقليم كردستان بمبادرة تجاه بغداد عرضة تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أثار أزمة كبيرة مع الحكومة الاتحادية منذ شهر وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي مفاوضات آخر النتائج نتابعها بفتحها باب الاستفتاء أغلقت كردستان كل أبواب الحوار مع بغداد التي تعتبر فكرة الاستقلال عن العراق غير شرعية ولا دستورية حيث أكدت لأربيل أن إلغاء الاستفتاء سيكون بادرة لأي حوار مستقبلي حوار تسعى له أربيل من خلال عرضها تجميد نتائج الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من الشهر الماضي على استقلال الإقليم إذ دعا بيان الحكومة الكردية إلى وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان كما دعت أربيل إلى البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي لكن قوات الحجد الشعبي اعتبرت أن المبادرة التي طرحتها حكومة إقليم كردستان العراق لا قيمة لها مؤكدة على شرط الحكومة المركزية لإلغاء نتائج هذا التصويت وتلعب قوات الحجد الشعبي وهي فصائل ذات غالبية شيعية مدعومة من إيران دورا كبيرا إلى جانب القوات الحكومية في إعادة الانتشار في مناطق متنازع عليها بين الإقليم والحكومة المركزية على صعيد متصل قالت وسائل إعلام رسمية أن إيران فتحت معبرا حدوديا مع كردستان العراق كانت قد أغلقته ردا على الاستفتاء فتح المعبر جاء بعدما أبدت حكومة إقليم كردستان العراق تراجعا في مواقفها التي تسببت في إشعال التوتر بين أربيل والعراق توتر كبد الأكراد الكثير من الخسائر خلال هذه الأزمة فيما بدأ الإقليم يعاني من أزمة اقتصادية وغابت صور الاحتفالات التي عمت الإقليم بعد إعلان نتيجة الاستفتاء التي جاءت بنعم بغالبية ساحقة ويأتي اقتراح أربيل في وقت وصل فيه رئيس الحكومة العراقي حيدر لعبادي إلى تركيا في زيارة رسمية حيث عارضت أنقرة بقوة الاستفتاء على الاستقلال خشية تمدد النزعة الانفصالية للأكراد إلى أرضها معطيات تؤشر إلى أزمة حقيقية داخل البيت الكردي اتشير الأحداث إلى عدم توافق بين القوى والأطراف الكردية التي عارض بعضها فكرة الاستفتاء ما يضع رئيس الإقليم مسعود برزاني أمام تحدي للخروج من الأزمة التي حولت كردستان من إقليم مزدهر إلى منطقة ملتهبة وفي جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار ومنها الجيش اليمني يعلن عن تدمير مخازن أسلحة وعتاداً عسكرياً لمسلحي ميليشيات الحوثي وشرطة الروسية توقف سبعة أشخاص أثناء احتجازهم على عرض فيلم ماتلدا أعلن الجيش اليمني عن تدمير طيران التحالف العربي مخازن أسلحة وعتاداً عسكرياً لمسلحي ميليشيات الحوثي في محافظة حجة قرب الحدود السعودية وأضح في بيان أن مقاتلات التحالف العربي شنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من مواقع ومخازن وأليات تابعة للميليشيات أدى هجوم إرهابي استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش الليبي جنوب مدينة أجدابيا إلى مقتل جندي وإصابة ثلاث بجروح وشاركت عشر عربات في الهجوم على نقطة تفتيش على بعد ستين كيلومتراً جنوب مدينة أجدابيا التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي حيدر لعباد اليوم في أنقرة وذلك في إطار من التقارب بين البلدين انطلاقاً من معارضتهما لاستقلال إقليم كردستان العراق أعلنت شرطة برلين اعتقال إرهابياً مشتبهاً به في مداهمات ليلية ومصادرة أسلحة مخبأة لكن دون العثور على أي دليل بحصول هجوم وشيك وقالت السلطات إن هناك مخاوف من شن هجمات وإن المدعين في برلين تولوا تحقيقات أوقفت الشرطة الروسية سبعة أشخاص كانوا يحتجون على عرض فيلم ماتيلدا حول القيصر نقول الثاني الذي يثير غضب الارتذوكس المحافظين قرب دار سينما في موسكو أقيم فيها عرضه الأول يوم الثلاثاء بحسب ما قالته الشرطة رشق محتج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برزمة من الأعلام الروسية أثناء توجهه إلى مقر الكونغرس حيث الاجتماع واجتماعه مع عضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نتابع أثناء توجهه إلى اجتماع مع عضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ألقى متظاهر بأعلام روسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتظاهر تمكن من اجتياز الحواجز الأمنية ورمى ترامب بأعلام وهو يصيح ترامب يعني الخيانة الرئيس الأمريكي لم يجب على الرجل وأكمل طريقه بشكل عادي برفقة السناتور ميتش ماكونيل وقال الرجل بعد أن قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه بهدوء هذا الرئيس تآمر مع عميل للحكومة الروسية لصريقة الانتخابات وقالت وسائل الإعلام إن الأمر يتعلق ببراين كلنتون من منظمة تدعى أمريكان ستيك أكشن التي تطالب بإقالة ترامب وحدثت فضيحة مماثلة مع ترامب في وقت سابق خلال إلقائه أحد خطاباته العلنية حيث رمى خصومه أيضا الأعلام الروسية ذات الألوان الثلاثة اتجاهه لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي من متابعة خطابه كما لو أن شيئا لم يحدث ولأننا نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر